مساء الخير بين الشغور والنزوح حال البلاد على حاله وبين حالات التعطيل والتضليل يواصل أصحاب هذه المدرسة التنقل فيعطلون الحوار ويعرقلون أي بحث عن تسوية ممكنة ثم يتهمون غيرهم بما تقترف أيديهم وفي هذا الصياق ردت النائب عناية عز الدين على نائبة القوات سريدا جعجع مؤكدة أن رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي أبوابهما مشرعة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية نسيما رئاسة الجمهورية طبعا بالتكافل والتضامن مع كافة الإرادات الخيرة وقالت طبعا المجلس أبوابه مصدى بوجه الإرادات الشريرة فمن لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من أجل مصلحة لبنان وإنقاذه هو حتما وإنت من بينهم سوف يلجأ إلى التضليل والتعطيل وهذه مدرستكم في ذكرى حرب أكتوبر الخمسين والتي هزم فيها العرب العدو الإسرائيلي أبرق الرئيس بهبري للرئيسين المصري والسوري مهنئا ومعربا عن ثقته بأن من صنع ملحمة النصري وسطر ملاحم البطولة والفداء في سبيل تحرير الأرض واستعادة الحقوق من رجس الاحتلال الإسرائيلي قادرا على أن يستولد على الدوام من مدرسة تشرين التحرير نصرا جديدا للأمة في اليوميات اللبنانية تقدم ملف النزوح السوري ولهذه الغاية أعقد وزير الداخلية بسام مولوي مؤتمرا صحفيا أكد فيه أنه لا يمكن البقاء في حالة تراخن تجاه النزوح مشددا على أن مطلب لبنان ليس تنظيم النزوح السوري بل الحد منه شكرا